السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء معكم رانيا لتفسير الأحلام هدم لكم النهاردة تفسير رؤية الخوخ في المنام يقول النبولسي أن الخوخ في المنام دلال على تحقيق الأمنيات والأهداف في حال كان الخوخ حلوا أما الخوخ الحامض فهو إشارة إلى الخوف والألأ والتوتر من شيء ما أما من يرى شجرة الخوخ في منامه فدلالت ذلك أن الرأي رجل سري ويحمل صفات القرم والشجاعة والقوة وأنه سيحصل على الكثير من الأموال والمكاسب كما أن قطف الخوخ في المنام إشارة إلى رزق ومال وخير ورؤية الخوخ في غير أوان ودلالة على بعض المشاكل والهموم رؤية الخوخ في المنام تدل على الخير والعافية والصحة الجيدة كما ترمز إلى الشفاء من مرض أو تخطي عقب معينة وترمز رؤية الخوخ في الحلم إلى الهناء والسعادة والنجاح والتفوق من جهة أخرى ترمز رؤية الخوخ بالمنام إلى حل الخلافات والمشاكل والخروج منها بسلام كما أن رؤية الكثير من الخوخ بالحلم يدل على جني الأموال وقصرة المكاسب المادية ويدل أكل الخوخ الحلو في المنام على النواية الحسنة والطيبة وحسن الخلق كما يرمز إلى الربح والكسب المادي والنجاح أكل الخوخ الأحمر يرمز أيضا إلى الفرق بعد الضيق الخوخ المتعف يدل على الضيق والألم أو ارتكاب الأخطاء أما رؤية الخوخ الأحمر في المنام فيدل أيضا على النجاح في مجال معين أو مهنة ما والرسق الكثير الخوخ الأخضر بيرمز إلى مشاكل مع الأقارب وخلافات وممكن أيضا يدل إلى العسر وعرقالة سيرة الأمور وممكن تأخر في الرسق فله معاني كثيرة تختلف بحسب تفاصيل الرؤية أما رؤية الخوخ الأصفر في المنام فهو يدل على الحسد والغيرة من بعض الأشخاص وضمر النوايا السيئة في نفسهم تجاه من شاهد الرؤية مربة الخوخ في المنام يدل حلم مربة الخوخ الحلو في المنام على السعادة وحلاوة الأيام وهنأها والشعور بالراحة والرخاء والإيجابية كما يرمز إلى الرسق الواسع والخير الوفير الخوخ الأسود في المنام يدل على الشعور بالتعب الجسدي أو النفسي فهي بمثابت رسالة تنبيه وإنذار لأخذ الحذر والحيطة من شر قد يسيب الرأي أو أحد أفراد أسرته وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرز ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته